خلينا نشوف من بقايا الطعام كيف ممكن نعمل طبق حلو في منتهى السهولة شوكولاتة مشكلة وقف الهدر 300 جرام شوكولاتة 1 كوب مكسرات 1 كوب فواكه مجففة 10 حبات ورد مجفف أعزائي سعيدة وأتشرف أني أكون سفيرة النواية الحسنة لبرنامج الأغذي العالمي في الأمم المتحدة في الأردن وطبعا هذا الشيء هو شرف لإلي وكان عندي مبادرات كتير حلوة ومن ضمنها مبادرة اسمها وقف الهدر عملناها مع الأصدقاء والزملاء في برنامج الأغذي العالمي على مستوى العالم وكانت مبادرة رائعة جدا وحبينا نكررها دائما ودائما هي موجودة طول السنة كيف ممكن وإحنا في داخل مطبخنا نقدر نوقف الهدر الهدر على فكرة بالنسبة لحياتنا فيه عدة أنواع من الهدر بس أنا بحب أتكلم دائما عن هدر الطعام إذا دخلنا المطبخ فتحنا خزانة فتحنا درج الأكل فتحنا التلاجة إلا نلاقي بواقي طعام واليوم الوصفة فاخرة جدا وراقية جدا وزاكية جدا ولكن من بواقي شوكولاتة ومكسرات لقيتها عندي في دولاب المطبخ نشوف مع بعض وعايز أقولكم شيء أنا بعد ما أورجيكم هلأ كيف بدنا نطبخ الطبخة اللذيذة أو الوصفة اللذيذة حنقول مع بعض كيف وإنتوا في داخل منزلكم تقدروا تكونوا مشاركين معنا في وقف الهدر هلأ أحبائي يعني فعلا أنتوا لو فتحتوا درج المطبخ أو خزانة المطبخ والتلاجة حتلاقوا هالبواي شوية مش مش دبلانين صفر شوي لا هم بتقدروا تطبخوا فيهم خشاف ولا بتقدروا تعملوا فيهم ملبين كمية بسيطة شوية تين ضلوا مثلا من برضو بواقي طبخة شوية مكسرات والأساسي عندي اللي دايما بتوجهني أنا شخصيا هاي المشكلة بواقي الشوكولاتة الشوكولاتة دايما ممكن يضل عندي شوكولاتة مثلا غامقة شوية شوكولاتة بيضة شوية شوكولاتة بالحليب واللي بيشتغلوا بالطبخ والحلويات حيواجهوا نفس هاي المشكلة يعني عندي أنا هذا في الكيس برضك شوكولاتة خلص يعني بدت تفقد ما تقول ما خربت خلوا بالكم لسه التاريخ انتهاءها مائجة بس خلص كمية صغيرة لا حقدر عمل فيها كيكة ولا كوكيز ولا بسكوت ويعني حسيتها بدت يتغير لونها شوي ولكن ما خربت خلوا بالكم فاش هعمل فيهم عندي شوية شوكولت شيبس هون كمان بدوا يدبلوا شوي لو بدي عمل فيهم كوكيز برضو مش هيكفوا ببساطة جمعوا كل انواع الشوكولاتة وحطوها في حمام ماء بهذا الشكل حطيتها انا في طبق ممكن كسرولة صغيرة طبق صغير المجرين كوب كمان ممكن تستعملوه بحبو كتير في تدويب الشوكولاتة وابتدي على حمام الماء الدافئ احركها لغاية ما تدوب عندي بهذا الشكل طبعا هي الملاحظة اللي عايزة اقولكم ياها انه هتلاقوا لونها شوي غريب لا هي شوكولاتة حليب ولا هي شوكولاتة سادة ولا هي شوكولاتة بيضة لاني خلطت عدة انواع زي ما انتوا شفتوا مع بعضها مش مهم المهم بالاخر ما بدي ارميها وبيدي استفيد منها فهنخليها هيك على الجنب ونبتدي انجهز زي ما ذكرنا تشكيلة من المكسرات ايش ما يكون عندكم بدكم ياها سادة خلوها سادة ايش مكسرات هتقدروا تحطوها حطوها طبعا زي ما قلتلكم وقف الهدر احبائي مش معناه اني انا حالة الاسرة عندي ضعيفة او دخلي مش هقدر يكون عندي مكسرات او كده لا هي فكرة وقف الهدر اني ما ارمي شيء فمهما كانت حالة الاسرة ممكن ببساطة نكون عندنا هذا الوعي انه فعلا ما نرمي اي شيء من الطعام هلأ ببساطة احبائي حاخد كمية من الشوكولات خليني بس اشرح لكم اني انا حطيتهم قطعة من ورق الزبدة بهذا الطريقة يفضل ورق الزبدة ما تستعملوا الورق الشمعي مكتوب عليه دائما ورق الزبدة او الباكين بيبر مش الواكس بيبر وحبتدي اخد كمية من الشوكولات وحطها على شكل القرص حجم القرص انا بتحكم فيه زي ما انا بدي بديها كبير صغير بديها بارز كبيرة بقدر احطها والاطفال يقطعوها زي ما انا بفضل بديها للضيافة بحطها بهذا الشكل ما اسهده كتير حلو لاحظوا الشوكولاتة سايحة عندي مجرد اعطيتها هذا الشكل ببتدي هلأ اتفنن بالمكسرات اللي موجودة عندي زي ما ذكرنا اذا حبينا نحط بعض الفواكه واكيد هتعرفوا انا ايش اللي حقول حقولكم خلوا الاطفال يفوتوا معكم المطبخ في هذه المرحلة حينبستوا كتير ويساعدوكم في تزيين الشوكولاتة كل طفل يعمل برضو القطعة على حسب الفواكه اللي بيحبها يختار فهي بتبقى فرصة للمشاركة مع الاطفال في الحوار وكمان يحسوا بانهم انجزوا شيء جميل وعملوا شيء حلو طبعا الورد المجفف كتير بيبقى حلو كمان على الكيك وعلى الحلويات وكمان على الشوكولات الجوز الاخطر احنا ما منوكله زي ما انتم عارفين بس مناخد الفليفر والنكهة الطيبة بضل عنا شوية مكسرات او جوز هند اللي موجود عندكم يبقى عزائي حخليها في على الطاولة يفضل انا خليها على الطاولة الاول عشان الشوكولاتة شوية بتبقى حساسة خليها تتماسك وبعد هيك بتدخلوها البراد على الطاولة حوالي عشر دقائية وبعد هيك في البراد حوالي خمستاشر دقائية لغاية ما تتماسك مية بالمية وحنشوف بعد هيك كيف هيبقى شكلها احبائي خلينا نشوف قديش جميل شكل الشوكولاتة بعد ما طلعت من البراد تماسكت وعطتني هذا الطعم والشكل في منتهى البساطة والقرمي وخلينا احبائي هلأ زي ما عطلكم كيف وانتم في البيت بتقدروا تساهموا وتكونوا معانا في حملة وقف الهدر فيه تطبيق حابة انكم تتعرفوا عليه التطبيق او الابليكيشن اسمه شير ديميل شارك بوجبة هذا تطبيق من الامم المتحدة لبرنامج الاغذة العالمي طبعا التطبيق فيه ميزات كتير حلوة انكم تقدروا تختاروا عدد الوجبات اللي بدكم تساهموا فيها وكمان تقدروا تختاروا البلد اللي بدكم تروح عليه الوجبات وتتابعوا كمان خطوة بخطوة الوجبة اللي تبرعتوا فيها لمين راحت الابليكيشن كتير بسيط بتقدروا تعملوا له داونلود على الموبايل وتختاروا فريق منال العالم وحور جيكم هلأ خطوة بخطوة فضلا حمل تطبيق شارك بوجبة افتح التطبيق في قسم المجتمع ابحث عن فريق منال العالم اضغط على اعطي هذا الفريق حرك المؤشر لتختار عدد الوجبات التي ترغب بالتبرع بها ثم اضغط على تبرع ستصلك رسالة شكر يمكنك ارسال الرسالة لأصدقائك ليتبرعوا ايضا تطبيق شارك بوجبة من برنامج الاغذي العالمي حصل على جائزة افضل تطبيق في متجر تطبيقات ابل لعام 2020 ولمزيد من المعلومات اضغط على اعرف اكتر شكرا لتبرعكم اشتركوا في القناة